موسيقى حيوية كبيرة تعرفها المنظومة التعليمية على مستوى ولاية أدرار مع دخول الموسم الدراسي الجديد وتسر المعطيات التعليمية إلى زي تنفيها عدد التلامي بالمستويين القاعدي والإعدادي إضافة إلى توسيع دائرة النفاذ إلى خدمات التعليم بضل إرساء دعائم المدرسة الجمهورية وتتكون البنية المدرسية للتعليم الابتدائي 126 مدرسة توزع على أربع المقاطعات بينما يبلغ عدد مؤسسات التعليم الثانوي إذنتين وعشرين مؤسسات تربوية من بينها إذنتا عشرة ثانوية وعشر إعداديات أما مجموع تلامري المرحلة الابتدائية والإعدادية فيبلغون حدود واحد وعشرين ألف تميل يؤطرهم خمسمائة وذلاذة وستون معلما وذلاذ مائة وخمسة وعشرون أستاذا يتوزعون على سبعمائة وواحد وذلاذين كسما تربويا هذه السنة تميز بعدة مسلتين أساسيتين المسألة لا أن الافتتاح تم في ظروف جيدة والتهيئة كانت كاملة بمعنى أن جميع المؤسسات كانت جاهزة قبل سبع أكتوبار وجميع المدرسين وصلوا في بقتهم وحتى الخريجين وصلوا وتم نقلهم بسرعة إلى أماكن عمرهم إذن من ناحية البنى التحتية كانت جاهزة المدرسون وصلوا في الوقت الشيء الذي يميزه أن بعض التلاميذ كان فيه تأخر في وصول التلاميذ وربما يعود إلى أن البعض كان في راحة وكان في خارج المدينة إلى أفريلي إذن على المستوى البنية التربوية كانت جاهزة وكانت مكتملة يعني لقاعات منظفة الطاولات جاهزة كل أشياء جاهزة المدرسون وصلوا في بقتهم الخريجين تم ناقلهم في بقتهم في أسرع وقت إذن كانت مميزة أن هذه السنة لا يقلق في تأخر في أي شيء المسألة الثانية عن هذه السنة كما قلت المدرسة الجمهورية هي في السنة الثالثة وهذا يزيد علينا عدد التلاميذ تدابر وإجراءات اتخذت من الانتظام الدروس منذ اليوم الأول من السنة التعليمية الجديدة ويبدي مدير المؤسسات التعليمية الكثيرة من الارتياع لظروف انطلاقة العام الدراسي الجديد هذه السنة تتميز عن السنوات الثانية الأخيرة والله السنوات الثانية بأن الافتتاح تم بالبغط المناسب تلميدياتي صامي إن شاء الله مشتهدات في تبارك الله عاملوا وقت في تبارك الله نشحت في تبارك الله منها الدور تعود ما أبقى علي منها ما هو هي خمسة وإهلاثين أبقى علي داع عشر وفي ديم إن شاء الله مولي أجيح منه قدر في تبارك الله وفي كاتر يوم قاع ما أبقى علي منها إلا خمسة تبارك الله تعلمهم زين إن شاء الله وإحنا مولي مجتهدين عليه ونقرهم ليلة ونهارة ونقرهم فيه ونقرهم السواعي الإضافية ودعنا بأخلي لهم شو رساتنا ما هم بأخلي لهم نحنا بدأنا تحضر لسنة الدراسية الجديدة 2024-2025 بعشرة أيام قبل الافتتاح جهزنا فيها الأقسام وجهزنا فيها الجداول الزمنية للأساتلة وبدأنا الدراسة فاليوم الأول من السنة يوم الأثنين نهار الأول وحضرت طاقم كامل حضرت الأساتلة وحضرت الإدارة أصلاً كانت عندنا السنة الماضية كانت عندنا 520 تلمية وبركاتي عندنا مناهي 600 تلمية نحن في ظل السنة الثالثة من ندرسة الجمهورية واتميزت هذا العام عن العوام الماضية على أنها كانت حضورها متميز الطاقم التربوي وعلى مستوى التلامي وعادوا تلمية المالي حاسين أعلنهم في جو واحد في قسم واحد مستويين فيه وفي الساحة حتى في الساحة هادوا حاسين نظراً لعلنهم عندهم مثل المدرسي اللي عادوا مميزهم كامل معاديهم كامل كلها كلها كيف زميلوا ما هو متفواق عليه بشي هذو السنوات الوائد السنة الأولى وسنة ثانية اللي عادتهم هذي الطريقة النسقية ملاحظينها من عام الأول لأنها جبرت نجاح صدا نجاح كبير هون أنا عام الأول كانوا عندي قسمين هون واحد قسم فيه النسقية في السنة الأولى واحد قسم إشهادي من الثاني عادوا نهم بتقويم في نهاية السنة الحقنا أحسن القسم اللي عادت فيه النسقية أحسن بيعود بذلذيف المية منها من القسم الثاني معنى أنها طريقة ناجحة قد نقول أن هذه السنة الثالثة من المدرسة الجمهورية تميزت بأنها تختلف عن سابقاتها ونلاحظوا فيها أن فيها تحسن كبير بما يخص وجود المدرسين في الوقت المناسب وزيادة أعدادهم وهذا شيء مفيد جدا وبالإضافة إلى ذلك كانت تحضيرات لها كانت تحضيرات جيدة نلاحظوا أن النقص بالمدرسين تقلص بالمقارنة مع السنوات الماضية بشكل كبير وكان هناك نوع من الوعي بإعلن بضرورة لأن مواكبة الافتتاح وكان حضور التلاميذ أيضا أفضل من ما كان عليه في السابق تقاليد التربوية روعية بالمدارس الابتدائية بما بات يعرف بالصباحيات قموا فيها التلاميذ براف العالم الوطني على وقع أداء النشيد وارتداء الزي المدرسي أمور تكرس في نقوص الناشئة قيمة الرموز الوطنية من تحية للعالم وحفظ للنشيد وارتداء لزي المدرسي الذي ثمح فيه البوارق مع دخول السنة الثالثة من المدرسة الجمهورية الصباحيات المدرسية مسألة مهمة في الأداء التربوي حيث تعود الطالب على المسلكيات الحميدة من الالتزام الالتزام الصفوف كما أن رفع العالم يكرس الروح الوطنية لدى التلاميذ وهي سنن يجب أن يتبعها الجميع في المدارس لأنها لها انعكاسات في المستقبل بالنسبة للتلميذ وبالنسبة لنا جميعا هذه السنة حضر الجميع في الوقت المحدد وبدأت الدروس منذ اليوم الأول ونرجو من هذه التحضيرات وهذه الإجراءات أن تعطي إن شاء الله نتيجة لهذا العام الدراسي أن يكون عاما متميزا وأن يكون ناجحا تحديات يتحدث عن العاملون في المجال التربوي مع ما هو ملاحظ من جدية وحرص على انتظام الدراسة وعدم السماح بالغيابات والحرص على تقديم المقرارات الدراسية تقيقة تعليم ما خالق حد ما يشعر على أنه عند ياسره من النواقص خاصة على أنه الحمد لله في السنة الثالثة من تطبيق المدرسة الجمهورية ما قير للأسف الشديد نحن جايين من بعيد المطلوبة على كل حال أولا تغير الظرفية اللي فيها المدرسين بصورة عامة وتغير الظرفية اللي فيها المنشآت العمومية اللي فيها التعليم وتغير الحال اللي فيها حتى التلاميذ نحن ركا عندنا على كل حال مشكلة زي المدرسي اللي نتلاهم خارصة زي المدرسي نحن في سنة الثالثة هم اللي من مجيه وما زلنا نطلبه من الآباء على أنهم يشرون نلاحظ على أنه تعليم السنة على أنه فيعل أنه مع طيال وهمية أكبر منه التعليم في السابق بالنسبة بعد للمواضبة على تعليم التلامي والمواضبة على الوقت يقير نلاحظ على أنه مفهم مشاكل المولي العملية التربوية اللي في سنوات بدأت بذكرة المدرسة الجمهورية وذكرة المدرسة الجمهورية من حيث المبدأ بذكرة طموحة يقير لا بدأ لهم ياسر من الأسس والله الأساسيات من هذه الأسس أنه وحاربت اللي نقال له والله التخفيف من اللي قالوا الاكترال في الأقسام وتوفير الزي المدرسي وكذلك توفير المدرسين على مستوى على مستوى جميع المدارس وذلك مزال فيه من الاختلالات وإن شاء الله نتمنى أنه ذوك الاختلالات أنه يتم التقلب عليهم في القريب في القريب العاجل فاعلون التربويون يواكبون العملية التربوية بهدف الرابع من إداي التعليم وجعل مخرجاته بمستوى تيتيج جالي الغد ولم بخصوص مساهمة قطب الشمال في الجهود التي تبدلها سلطات العجاء في البلد لراوح من شأن التعليم ومواكبة لمدرسة الجمهورية التي لم تصل بعد المرحلة الإعدادية قمنا على مستوى القطب الشمالي بإعداد خطة عمل تقوم على مداومة بمختلف مؤسسات ولاية آدرار بالشكل العام التي تحتضن مقر القطب وعلى ذلك الأساس ستكون هناك فرقة مكتملة من المفتشين فرقة تتكون من عشر تخصصات هي التربيتين الإسلامية والمدنية تاريخ الجغرافية الفلسفة علم الطبيعية الرياضيات الفيزياء والكيميا وتاريخ الجغرافية طبعا هذا إيمانا مننا بأن مسألة التأطير مسألة أساسية جدا وتشكل قيمة مضافة لازمة لأي عملية تربوية ناجحة وانطلاقا من ذلك قمنا طبعا بتوزيع هذه الخطة على كافة الفاعلين نحن نلعب دورهام كشريك في العملية التربوية لأن تكامل إنجاح العملية التربوية بتكامل الشركاء الاثنين العملية ومن هنا نأتي إياها طالب الآباء كاملين لعليهم يعطوا أهمية لمراجعة التلاميذ ومتابعتهم في المدرسة وفي المنزل وأن المعلمين المدلين يأتي إياها رقابة عليهم من طرف الآباء من حيث الأداة لعله أهم فيها فيها نقص والله فيها تمييز يبادر في المرحلة الأولى من الدراسة في الفاصل الأول من الدراسة لذلك نحن كرابطة الحمد لله هون من دفتتاح متابعين العملية التربوية ما أفتنا لاحظنا أي نقص يذكر جهود بذلت من طرف السلطات الإدارية والتربوية في مجال المتابعة والتقييم وتحسين الهداء من خلال التكوينات المستمرة ووضع محادثات تنظيمية حماية الوسط المدرسي والدعوة للمساهمة في تفري بزي المدرسي بالرغم من بعض النواقص والملاحظات التعليم بالنسبة نحن في ولاية عدرار بعلن وماشي القدار لله الحمد بعلن فم رجال وعليات قائمين بهذا العمل بصيفة جدية ومتفانين به وفم تحسيس وفم تكوين مستمر أبرز التحديات ليعاني منها التعليم على المستوى ولاية عدرار بصفة أهمة وهو الغياب تلاميذ وتنقل بعض الأحيان هذو هما أبرز المشاكل التي يمطرحون عليه أهم ما يميز هذه السنة هو الحضور المبكر لطواقم التدريس طواقم التأطير وكذلك على مستوى التعليم الأساسي بالنسبة للمفاتشيات المقاطعية هي مسؤولة عن تسيير التعليم الأساسي على مستوى المقاطع تتولى تأطير المعلمين متابعتهم تفتيشهم في نهاية السنة وتقترح تحويلهم على الجهات المعنية المباني على المستوى المقاطعة المقاطعة رغم وجود مدارس جيدة البناء حيث البنية التحتية جيدة كشوم مثلا لقصير تيناريا 2 أطار 4 الحي الشعبي له فإن مجموعة أخرى هي الغالبة متوسطة من حيث البنية التحتية ولدينا مجموعة مدارس بحاجة ماسة إلى تدخل في البنية التحتية البنية التحتية بناء وترميما إمام متزايد بالعملية التعليمية باعتبارها مرتكزا للنهوض ورافدا للتنمية وهو ما يستدعي تطاور جهود كافة الفاعلين والمتداخلين في العملية التربوية في ظل إرساء دعائم المدرسة الجمهورية الجامعة ترجمة نانسي قنقر